السادة أصحاب السيادة رؤساء البرلمانات والوفود لدول جوار العراق المحترمون على طاولة المتناقضات جمع العراق دول جواره سوريا وتركيا، إيران وسعودية في قمة برلمانات دول جواره التي اختتمت فعالياتها في بغداد بمشاركة دول جوار أخرى، الأردن والكويت وكما المشاركون فيه لم يختلف البيان الختامي للمؤتمر في التركيز على المتناقضات استقرار وتنمية العراق، عنوان المؤتمر اللذان لم يهنأ بهما العراقيون طوال 16 عاما مضت خمس نقاط اتفق عليها المجتمعون ها هنا يعتبر تنفيذها إشكالية بحد ذاته في بلد مثل العراق فشلت حكومته منذ ستة أشهر على استكمال حقائبها الشاغرة وتدور بحلقة مفرغة لا نهاية لها ولا حل إلا بالمحاصصة خصيم الديمقراطية التي دعت النقطة الخامسة من البيان الختامي إلى تطبيقها وأغفلت بقصد أو دون قصد عزوفا شعبيا وطعونا واتهامات بالتزوير للانتخابات التي أنتجت هذه الحكومة والبرلمان في العراق والترابط الاجتماعي والدين الوطيق دمار هذه المناطق في الموصل وأهات آلاف النازحين عنها ربما لم تجد طريقها إلى القمة لتؤكد لهم فشل الحكومة في بغداد في إعادة التأهيل وأعمار المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وفشلت في كسب طاعات في المجتمع الدولي في مؤتمر إعمار العراق الذي عقد في الكويت عام 2018 ولم تخجل الدول والشركات أنذاك في إبراز مخاوفها من ضياع الأموال التي يراد التبرع بها جراء الفساد المستشري في العملية السياسية ومؤسسات الدولة التي تديرها والتي رفضت هي ذاتها فتح صفحة جديدة كما يريد مؤتمر البرلمانات وتواطأت مع الميليشيات بمنع عودة آلاف النازحين لمناطقهم في الموصل وصلاح الدين وبابل وديالا والأنبار وبالعودة إلى النقطة الأبرز التي طرحها مؤتمر برلمانات الدول جوار العراق في جعله على مسافة واحدة من كل جيرانه ومحورا مهما في المنطقة تبدو هذه النظرية غير قابلة للتطبيق وصلاح حكومة يعرف الجميع ولاءها وولاء الأحزاب المشاركة فيها لإيران ورفضهم العقوبات الأمريكية عليها وعدم تقبلهم بالأساس فكرة واسم الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات بالحجد كمنظمة إرهابية وهي رؤية تلخص الفرق بين أمان المؤتمر والواقع الذي يأبى إلا أن يعيد تصنيف العراق كأسوأ دولة للعيش للمرة العاشرة منذ احتلاله ترجمة نانسي قنقر